استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية جبوتي سعيد نوح حسن والوفد المرافق له استعرض الجانبان أوجه تعاون المشترك وآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمنية من جنبه أكد وزير الداخلية محمود توفيق حرص الوزارة على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة جبوتي في ضوء علاقات الصداقة التي تربط البلدين مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية وتضافر الجهود لمحاصرتي وتقويد كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها في ظل معطيات وتطورات التي استجدت على الساحتين الإقلمية والدولية ترجمة نانسي قنقر